بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهداء من أكتر الملفات اللي لازم نحطها على الترابيزة وإحنا بنرب أولادنا الملفات اللي بتتعلق بخمس حاجات بتتعلق بلغتهم بتتعلق بثقافتهم بتتعلق بدينهم بتتعلق كمان بالأسرة وتتعلق كمان بوجودهم في الكيان الكبير والدولة ليه بقول كده؟ لإني للأسف الخمس حاجات دولة لما بيتعرضوا للسيولة وإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ونحمد الله الذي لا يحمد على مكروهن سواء أن الملفات الخمسة دي بتتعرض للسيولة وبعضها حصلت فيه سيولة مبالغ فيها أنا بقول كده ليه؟ عشان أنا عازر الأهالي عازر الأهالي في إيه؟ بأنهم بيربوا فما يترباش العيال أنا بقول كده آه بقول لكم وأنا بوزع أن أنا أب أن الناس أن الأهل بيبذلوا مجود كبير كتير منهم المهتمين بالتربية بيبذلوا مجود كبير جدا جدا في التربية وما لقوش نتيجة ليه؟ لأن البيئة نفسها والحياة اللي احنا فيها بتهدد الخمس حاجات اللي أنا اتكلمت عنها دي وافتكروها دايما اللي بقول لكم عليه ده وهو لأن الثقافة والحضارة اللي احنا عايشينها عايزة تنهي الخمس دولة تحت دعوة حرية الإبداع وحرية الانطلاق وأن الناس تنطلق نقضي على اللغة نقضي على الثقافة نقضي على الدين نقضي على الأسرة نقضي على الدولة نتكلمكم بكل وضوح وفي فيديوهات كتيرة لناس مش عرب ومش مسلمين لكن ميكلموا عن الحضارة الإنسانية وإيه اللي بيحصل فيها هتشوفوا فيها الكلام ده بوضوح إيه اللي بيخليهم أتكلم ده؟ إحنا حلقة يوم الاتنين بنتكلم دايما فيها على يلا نبني نتكلم عن أولادنا عن أعمله طب وليه إحنا عاملين حلقة كل أسبوع بنتكلم فيها عن ده لأن دوت هو الاحتياط الحقيقي للحياة الإنسانية وهم أولادنا ده الاحتياط الحقيقي وعشان كده تعالوا نتكلم في موضوع مهم جدا 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 عشان كتير من الأهل بيحسوا أن مهما ربينا أولادنا على قيم وتعليم الدين لكن بيفضل فيه فجوة بينهم وبين الدين ومش عارفين إيه سببها تعالوا أن نتكلم عن الحكاية من بدايتها ونتكلم عن أركانها ونتكلم عن تفاصيلها وهو ده اللي أنا بتديد به الحكاية إن الحكاية إن فيه ثقافة سيلة فيه شيء مليء بالسيولة بيتعرض ليه أولادنا ومن أهم الأركان الأساسية اللي بتأثر في تكوين أولادنا النفسي والاجتماعي وعيهم الديني شيئنا أو أبينا سواء وعيهم الديني ده كان وعي إيجابي أو كان وعي سلبي فمعرفتهم بالدين وقلقتهم بيه مؤثر جدا جدا في شخصيتهم وكمان في علاقتهم لأنه المرجعية ومنهج العيش اللي بيعلمهم إزاي يعيشوا الحياة وإزاي يتعرفوا على الحياة كمان وإزاي كمان يعيشوا على مراضي الله سبحانه وتعالى وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا ننشأ أولادنا من وهم صغيرين في هذا المناخ اللي فيه حب ربنا سبحانه وتعالى وفيه سماحة الدين وجمال القيام وعلمنا إن احنا نربي أولادنا على معرفتهم بحقيقة الدين واندربهم على ممارسة العبادات وممارسة الدين بالشكل الصحيح وعشان كده حضرت النبي قال مروا أولادكم بالصلاة يعني إيه وهم أبناء سبع سنين والصلاة هنا الأمر بالصلاة مش أمر بأداء الصلاة مروا أولادكم بالصلاة يعني خلوا أولادكم يفهموا فلسفة الصلاة يعني فلسفة الصلاة دي فلسفة واسعة قوي هي الفلسفة اللي هتخليك تفهم الجسر ما بين نعم الله والتكاليف الدينية والحياة إن الصلاة تتنع عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر يبقى في جسر ما بين الصلاة بالذات وما بين الحياة ولذلك بتلاقوني كتير بتكلم عن الخماسية خماسية الصلاة لإنها بتعمل خماسية الميزان من العبادات الميزانية عبادة الصلاة ولذلك وكأن حضرة النبي عايزنا نتعلم الصلاة ونتعلم الاتزان فالصلاة هو البوابة الكبيرة للاتزان الإنساني ولو إن إحنا معرفناش ده نشوف أحوال الذين لا يصلون يفقدوا الاتزان عشان كده من أكتر الأشياء اللي بتأثر في السواء النفسي لأولادنا واستعدادهم للنضوج وللنمو وللتقدم في الحياة وصلاحهم في أحوالهم الحياتية وكمان في العلاقات صورة الدين والتدين في عينيهم الصورة دي اللي تكونت عندهم سواء من خلال الأهل أو الإعلام أو السوشيال ميديا أو البيئة اللي حواليهم لكن في مجموعة من الصور الشوهاء والمشوهة اتسببت في فجوة ما بين أولادنا وما بين الدين وكمان شوهت لهم التدين وكان لها دور كبير في أن أولادنا شاع فيهم إيه؟ شاع فيهم الظاهرة اللي أنا دايما بأكد عليها اللي هي لها شاشة النفسية والتشتت الحياتي والتوهان المستقبلي